أبدا أحكي عن شغلتين مهمين جدا الخطيئة الحياة العالمية والذنب لما الرب قلنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد، شهوة العيون، تعضوا المعيشة فالرب إجل أعطينا سلام لكن شوف أخي نزار أنا بعرف أنه من حياتي بعترف أنه أنا أحيانا أقع في هذا الفخ نحمل نفوسنا هموم وارتباطات أكثر مما ينبغي وآخر نقطة أقول في غاية الأهمية سترس الضغط الجهاد الذي يقتل ويمرض ليس بالضرورة شيء سيء ولكن بنفس الطريقة يمرض ويقتل إذا كان ضغط جيد مثلا إذا واحد تزوج واشترى بيت وسيارة وغير عمله في نفس السنة تقريبا هو سيكون معه قلق وربما أمراض عصبية أو نفسية بمقدار اللي خسر بيت وخسر زوج لأنه أي شيء يثيرنا ويشغل بالنا هذا إجهاد ودائما بعطي هذا المثل إذا سيارتك معدل يحمل خمس أشخاص وإنت حملت فيها معدل يحمل خمسمائة كيلو وإنت حملت فيها ألف كيلو طن ذهب أو بحس الوزن سيكسر السيارة في نفس الطريقة لأنك حملت ضعفي ما يمكن أن تحمله وهذا الأمر اللي نحن ربما نقع فيه فخ هذه الأشياء أكثر الحمد لله كل شيء منيح نركض وراء الشغل نركض وراء هذا وراء ذاك وبدأنا نتعلم أكثر وبدأنا نشتري أكثر وبدأنا نحقق أكثر وفجأة منصير نحن زي مكنة اللي عم تشتغل باستمرار وما عندها استقرار لا أدري أن ننظر ولا أدري أن نتأمل ولا أدري أن نطلب ملكوت الله فمن شناك أحيانا نحن نقع في خطر الإجهاد الأمور الجيدة فتضرنا لأننا نراها جيدة في ويبسايت على اللي بيحب أن يتابع اسمه stress.org The American Institute of Stress في عبارة حلوة The key to reducing stress is to prevent it المفتاح الأساسي لتقلل نسبة الضغط والإجهاد هو أنك تمنع حصوله مثل ما دائما أنا بسميها The preventive prayer الصلاة اللي بتمنع اللي بتحجز أي يعني استباقية هاي الكلمة استباقية الرب علمنا نصلي مش أخرجنا من التجربة ولكن لا تدخلنا في التجربة إذا وقعنا في التجربة منصلي والرب من نعمة وبيستجيب بس الأفضل أنك أنت تنبي على قلبك قبل ما يتسكر الشريين وتطلب العلاج الإجهاد لما الإنسان هذه أمر خطير أقوله لما تعلمته أنا بالحقيقة لما كنت أدرس هذا الأمر وأكتب عنه أتروحة الدكتوراه بعلم النفس كنت أجتاز ظروف طاحنة وضاغطة والرب استخدم هذه الأمور التي درستها لأفهم ما أجتازه و أستبق عدم الوقوع في مشكلته لما الإنسان يبدأ بالمعاناة من نتيجة الاسترس والإجهاد تستوليت تستوليت مش منك ما فيك تصلحها بس معنات أنت أكلت الضرب نرجع لمثل السيارة لو أنت فرحان بسيارتك بتحط فيها دهب ألف كيلو كل يوم بتروح تجي فيها واكتشفت أنه سيارتك موتورها تعب والترانسميشن وأويلها تعبت وشلت الألف كيلو منها هذا اللي يعني أن السيارة اصطلحت بدأ وقت لا ترجع تصلح جهاز ورا جهاز ورا جهاز ورا جهاز فيها من شان هيك الحياة لازم تكون بسيطة أتى لي يعطينا سلام أتى ليعطينا راحة أتى ليعطينا رجاء ليعطينا فرح لا لنضع مئة هدف في نفس الوقت ولكن لنكتشف قصده وهدف حياتنا في المسيح فهذه الطمؤنينة التي يعطيها الرب تريحنا من كل الأمور التي نشغل نفسنا فيها وأختم هذه النقطة بما قاله الرب يصوح حين دعته المحبوبة مرثة إلى بيتها فكانت منشغلة بقول مرتبكة ديستراكتد الإنسان ديستراكتد لما بيكون مش مركز على الشيء الأساسي كانت مركزة على أمور ثانية مرتبكة ومضطربة ومهتمة ثلاث كلمات صعبين بأمور كثيرة والمسيح ما قاله بالحقيقة يعطيك العافية أنك عم تتعبي أكتر من مريم بكلمات وكان فيه توبيخ لطيف يقل له أنت ضيعت الهدف أنا مججأي لهون حتى تطعميني أنا مججأي لهون حتى أنت تخدميني وتقدمي لي هذه فرصة حصلت مرتين في حياة مرتها أن يدخل إلى بيتها لكن أنا موجود استفيدة من فترة وجودة معك وكيف من الأحيان حتى في الخدمة في قصوص يعني يصابون بكل قرحة وغيرة من الأمور والصعوبات بسبب ضغوطات الخدمة فلا نركز على المشهد الحقيقي الذي يدور من حولنا ماذا يريد الله أن يعمل من خلالنا بل نركز أحيانا كثيرا على الأمور الثانوية اشتركوا في القناة